بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات وعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات واذكر ذنوبك موقناً ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بن النبي المصطفى إلا بحب بن النبي المصطفى الغر الهداتي جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات بعض بطيبة والغري قضى وبعض بالفراتي لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاتي ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة كماتي كحبيب والليث بن عوسجة سليل المكرماتي والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفاتي ذاك الذي ولقد بنى يوم الطفوف على المنية إلى الفتاة حناؤه دم نحره وقاسما حناؤه دم نحره والشام أطراف القناة جاء الحسين به إلى خيم النساء نادباتي كأني بأمي تنادي يبني مهن بطيب نومك نومك حر الشمي يصغير رسومك وين الذي يأخذ علوما يأكلبك الحسين وهلكوا قومك لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد روى الإمام الحسن المجتبى عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان أخا مستفادا في الله أو علما مستضرفا أو آية محكمة أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن رداء أو كلمة تدله على هداء أو يترك ذنبا خشية أو حياء صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث فيه غصال ثمان ولذلك ذكره الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة ثلاثمية وواحد ثمانين هجرية ذكره في كتابه الخصال كتاب الخصال كما تعلمون رتب فيه الشيخ الصدوق وهو أحد أعلام الحديث عند الإمامية رتب فيه الأحاديث بحسب العدد فمثلا يبدأ بباب الواحد ويأتي بما ذكر في صفات الله الواحد الأحد وأسمائه الحسنى وما يرتبط بالتوحيد باعتبار أن الله واحد يجي إلى باب الاثنين فيذكر ما ورد من الصفات والخصال التي تبدأ برقم اثنين خصلتان مثلا لا يطمع بعدها المر في مغفرة الله ويجيب ما ورد في ذلك الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة رقم اثنين وهكذا يجي إلى رقم ثلاثة وهو الأكثر في الغالب الصفات صفات الإيمان صفات النفاق صفات الكفر هكذا يأتي هكذا يأتي بما جاء من الروايات في أمر رقم ثلاثة وهكذا رقم أربعة إلى أن يختم بألف ألف الذي هو رقم مليون ويختمه بقول أمير المؤمنين عليه السلام علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب اللي هو تصير مليون بس في السابق ما كانوا يقولون المليون وإنما يقولون ألف ألف وبين هذه مسافات مية خصلة تسعين خصلة سبعين خصلة وهكذا أيضا مثلا مما ورد في خصلة الألف ألف ما ورد من أنهم قالوا إن قبل عالمكم ألف ألف عالم وقبل آدمكم ألف ألف آدم وهذه فيها بحث مهم جدا فيما يرتبط ببداية النسل البشري على الكون قد أشرنا إليها في بعض المجالس لكن هذه كنماذج من ذلك ما ذكره في خصلة ثمانية باب الثمانية وأورد فيه هذين الحديثين حديث الأول يرويه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن رسول الله ولك أن تتصور أنه بناء على ظاهر الكلام الحسن يروي عن جده رسول الله مباشرة الحسن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أبناء سبع سنوات فسمع ذلك يتصدى لرواية الحديث يفهم الحديث يحفظ الحديث ثم ينقله أيضا هذا حسب الظاهر وإلا نحن نعلم أن طريقة وراثة الأئمة المعصومون عليهم السلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكتصر على هذا التعليم الاعتيادي وإنما هو شيء من الإفاضة والوراثة وليس تعليما كالذي نتعلمه نحن فقط فهذا الحديث الأول الحديث الثاني نفس الحديث مع شيء بسيط من الاختلاف هناك فيه من اختلف وهنا فيه من أدمن الاختلاف إلى المسجد ويرويه عنه الأصبغ ابن نباتة وهو أحد أصحاب أمير المؤمنين الخلص فهناك ثمان خصال تذكر لمن يختلف إلى المسجد لفظ الاختلاف معنى ذلك يتكرر منه ذلك وقد ورد في أحد تفاسير الحديث عن رسول الله اختلاف أمة رحمة ممعنى ذلك مخالفتهم لبعضهم البعض فإن المخالفة قد لا تأتي منها الرحمة ولكن حقيقتها اختلافهم إلى العالم كالإمام عليه السلام وكالرسول يعني تكرر قصدهم إلى مصدر العلم ممر وحده يروح وينتهي وإنما يختلف إليه معنى ذلك يتكرر منه مرارا يقال في اللغة العربية اختلاف ومنه اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار مو يعني واحد الليل يخالف النهار أو النهار يخالف الليل وإنما شنو هذا يأتي ثم يأتي ذاك بعد وعلى هذا المعدل يتكرر في الحياة فيصبح هناك اختلاف للليل والنهار الحاصل أن هذا الحديث يشير إلى موضوع الفوائد المترتبة على الاختلاف إلى المسجد وتكرر الذهاب إليه قبل أن ندخل فيها أحب أن أشير إلى نقطة هي أنه مما يؤسف له أن قطاعا غير قليل من أبناء أمتنا ومن أبناء مجتمعنا ليس المسجد ضمن برنامجهم اليوم يعني تجد فلان من الناس يوميا لازم يروح على الوقت إلى التدريس مدرس طول السنة ولازم يروح وقت الدوام أو إذا كان آملا في وظيفة من الوظائف لازم يروح على الوقت ويرجع آخر الدوام هذا ما عنده شيء اسمه اليوم يبغي يروح باتر لا الحالة العادية هو أنه لكي يكسب رزقه ومعاشه لابد أن يذهب بشكل منتظم يومي فالذهاب إلى العمل وذهاب الطالب إلى مدرسته ومن شابه هؤلاء هو برنامج يومي لازم حتى حتى إذا واحد غاب في فترة من الفترات وعندك إجازة يعني ما أشوف رايح الشغل مريض مستغرب منه أنه لا يذهب إلى المدرسة ليدرس أو إلى العمل ليعمل جزء من برنامجه اليوم للأسف الذهاب إلى المسجد عند قسم من الناس الحمد لله الحاضرون هم ممن يختلفون إلى المسجد ويديمون الحضور فيه ولكن هناك قسم من الناس المسجد ليس جزءا من برنامجه يروح يزور بيوت أصدقاء أقارب جيران معارفة لكن بيت الله ما يزوره بشكل مستمر زين هذا أكثر ثوابا فوائده أكثر هناك أنت مسوي إليك برنامج يوم السبت مثلا أروح بيت أختي يوم الأحد أروح مثلا بيت أخي يوم الثنين أروح بيت كذا وكذا يوم فلتان أروح ديوانية فلان ليكن برنامج أن أذهب إلى بيت الله عز وجل كل مسجد هو بيت الله في هذه الأرض فإذا أنا وضبت عليه وعلى الأقل عاملته كما أعامل بقية البيوت فقد عملت عملا حسنا دون ما إذا كان الإنسان لا بعض الناس يقول لك يوم الجمعة أنا أروح على طريقة المسيحيين يوم الأحد وأما في سائر الأيام فما تربطني بالمسجد رابطة مع أنه كما قلنا هذا بيت الله عز وجل لينبغي أن يقصد باستمرار لذلك ندعو أحبتنا المؤمنين ممن ليس هذا في برنامج أحيانا يروح إلى المسجد يوم الجمعة إذا صار عنده وقت أن يكون الذهاب إلى المسجد برنامجا يوميا له مو برنامج مصادف إذا صار أو غلط في الطريق ومر على المسجد أو يوم الجمعة لا وذلك نابع من نظرته إلى هذه الحياة أنا حياتي خلقت من أجلي فقط أن أكسب العيش وأحصل المال ولذلك أروح بشكل يومي ومواظب وما أغيب مهما يكون حتى له درجة حرارتي واصل إلى القمة لا أنا بالإضافة إلى ذلك خلقت من أجل أن أصل إلى رضوان الله عز وجل وأن أحصل على ثوابه وأن أعبده وطريق ذلك أسلك الطرق هو المسجد القريب مني أروح أتعبد فيه وصلي لله عز وجل أدعو الله سبحانه وتعالى وهذا ما يستغرق شيء يعني صلاة من أولها إلى آخرها إذا تصلي صلاة جماعة لأن الحضور للمسجد شيء والجماعة شيء آخر إذا تصلي جماعة في المسجد يما تستغرق منك نصف ساعة بينما أنا وأنت قد نذهب إلى العمل ثمان ساعات يومياً نذهب إلى الفرجة والنزهة وكذا وزيارة الأقارب أكثر من هذا الوقت فأنا دعوتي هنا إلى كل من يسمع كما قلت الحمد لله الوجوه الطيبة الحاضرة أمامي عادة نراهم في المساجد ولكن من يسمع كلامنا وربما لا يكون عنده ذلك الحماس وأن المسجد جزء من برنامجه اليوم نقول لهؤلاء اجعلوا المسجد جزءاً من البرنامج اليوم في حياتكم ولا تقول بعدين وإذا كذا كل ما الإنسان مشى في الحياة زادت مشاكله زادت اهتماماته زادت انشغالاته ضعف بدنه في الطرف الآخر الآن الآن واحد لازم يقرر أن ارتبط بمسجد من المساجد في فريضة واحدة على الأقل فإنها خير بقاع الأرض جاء رجل أعرابي إلى رسول الله محمد فسأله عن خير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض مو المقايس بين هل أرض ذي الأرض كربلا أو مكة أو ما أدري خراسان لا نفس هذه الأرض مناطقها المختلفة هنا لنفترض في بلدنا ما هو خير بقاع أرض بلدنا إذا إذا تريد للنزه والرفا يمكن تقول كورنيش لكن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرئيل وقال له خير بقاع الأرض المساجد هذه البلدة فيها عشرات الكيلومترات يمينا وشمالا أفضل منطقة فيها هو المسجد وفي تتمتها أيضا وأحب أهلها إلى الله أحب أهلي هذه البقاع التي هي خير البقاع أحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها منطقة المسجد أرض المسجد هي أفضل بقعة في تلك الأرض أفضل الناس وأحبهم إلى الله عز وجل منه هذا لأول واحد يدخل وآخر واحد يخرج إذا كان يحضر في خمسين شخص رقم واحد هو الذي حضر مبكرا هذا أحب الخمسين إلى الله عز وجل إذا كان أيضا هو آخر الخروج كأنما يريد يلتزم هذا بيت الله عز وجل ويعمره وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هذه فيها فوائد كثيرة جدا ومنافع كثيرة ذكر الحديث صاحب كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام يعده علماؤنا من أعلم العلماء الطائفة وبالفعل هو في محلها استشهد رضوان الله تعالى عليه على يد شخص لا يساوي شسعة نعله هذا يقول في كتاب القواعد والفوائد يقدر الإنسان مع بعض التوجه إلى بعض الجهات مو يكون عنده ثمان خصال ممكن تصير عشرين خصلة وهذا فرق الإنسان العالم عن غير العالم ليش مثلا اثنيناتهم يصلون في مكان واحد ولكن أحدهما يحصل على ثواب أكثر من ثواب ذلك قالوا هنا إما بحسب النية وقال بعضهم بحسب العلم معرفة هذا الإنسان إذا كانت أكبر وأكثر يكون ثوابه أكثر من ذلك الذي هو أقل معرفة رح نبين كيف قال يمكن أن تزيد على عشرين خصلة بتوجه الإنسان بعد حديثنا عن هذه الثمان التي ذكرها الحديث أول هذه الثمان قال من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في الله أنت ممكن أن تستفيد أخ من خلال علاقة النسب بينك وبين هذا الإنسان أنت مشترك معه في أبوة أو في أمومة إما أخوه لأبيه أو أخوه لأمه أو لهما معا لكن لما تروح إلى المسجد من الممكن أن تستفيد أخا في الله عز وجل اللي جاب هذا إلى المسجد هو نفسه اللي جابك إلى المسجد وهو اللقاء في بيت الله عز وجل على رحاب العبادة والهداية والإيمان فأنت اللي ممكن هذا ما كنت تعرفه في السابق من الممكن أن تستفيد أخا جديدا على أرضية مناسبة ممكن أن واحد يحصل إلى واحد في السوق ممكن يحصل إلى واحد في الملعب ويخاوي ممكن يحصل إلى واحد في السفر ولكن على أرضية العبادة والهداية ورحمة الله هذا تحصل في شنو في المسجد عادة فأولا تستفيد أخا مستفادا في الله توسع دائرة علاقاتك الاجتماعية ولكن مع نخبة تلك النخبة التي يسوقها إيمانها بالله إلى أن تختلف دائما إلى المسجد ولا تقدر تحصل تروح الملعب كل يوم رح تحصل الجماعة هناك تروح سوق كل يوم رح تحصل الجماعة أيضا تروح ما أدري المطعم كل يوم الكلام نفس الكلام ولكن أن تستفيد أخا في الله تشتركان معا في ذهابكما إلى المسجد وقصد هذا المكان باعتبار أنه بيت الله عز وجل هذا حاصل في المسجد هذا واحد أو علما مستضرفا العلم يمكن أن يتوفر في كثير من الأماكن لكن العلم الضريف العلم الذي فيه هدفية العلم الذي فيه نفع غالبا موجود في المسجد لماذا؟ لأنه إما في المسجد حديث أخلاقي وهذا علم نافع وهادف أو موعظ من المواعظ في هذا المسجد أو مسألة شرعية أو علم ديني قد تقول هالأشياء موجودة في أماكن أخرى نعم ولكن عادة موقعها الطبيعي هو موقع شنو؟ المسجد لو أنت رحت إلى مطعم مثلا خمسة نجوم وأرد أن تلقي كلام مثلا موعظة حول العمل الصالح كل هذا ليس مكانها الحين دعنا نأكله بعدين لاحقين على هذا كأنما لا يعتبر هذا الموقع الطبيعي له تذهب تتكلم في الكرة مثلا ملعب الكرة عن يوم القيامة طيب ما يناسب كثيرا الذي يناسب هذا أن تتحدث في المسجد عن هذه الأمور وهي علم مستضرف لأنه يؤثر في الإنسان ويؤثر في حياته وكم من كلمة أحيانا كلمة واحدة تحيي قلبا ميتا موعظة من الممكن أن تليّن هذا القلب القاسي دعاء يقرأ من الممكن أن يخلي الإنسان يعيد حساباته ويغير برنامجه لسنوات طويلة علم مستضرف العاد أنه يستفاد في المسجد وأيضا أو آية محكمة تفسير للقرآن الكريم كثير من المساجد ولعل هذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون في المسجد ما يرتبط بالقرآن الكريم برنامج القرآن الكريم تعليم التلاوة الآن الحمد لله في بعض المساجد هذا الأمر إما بشكل يومي أو لا حسب البرنامج يقرؤون القرآن اللي ما متقن يتعلم إتقان الآيات المباركات والقراءة اللي عنده معرفة بقراءة القرآن من الممكن أن تبدو له بعض المعاني الجديدة وفيه إشارة أيضا من طرف خفي إلى أن مثلا إمام الجماعة أو العالم الموجود في المسجد ينبغي أن يكون متحدثا مفسرا يفيد الناس بآيات الله المحكمات أو آية محكمة أو رحمة منتظرة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ولكن إلها مواضع حسب التعبير ممتشر هذا الشكل إلها أزمنة تترقب أكثر مثل ليالي الجمع مثل يوم عارفة مثل أيام شهر رمضان فيه هناك اختصاص لبعض الأزمنة أكثر من غيرها مع أن رحمة الله في كل وقت ولكن إما كميتها في هذه الأوقات تكون استثنائية أو كيفيتها تكون استثنائية ليلة الخميس رحمة الله موجودة ولكن الرحمة الإلهية في ليلة الجمعة تختلف عن عنها في ليلة الخميس باعتبار أنه وردت الروايات في لزوم واستحباب الدعاء في مثل هذه الليلة كذلك بالنسبة إلى الأماكن رحمة الله موجودة هنا في بلدنا بس مع ذلك الإنسان يروح إلى بيت الله الحرام ويجلس بين الركن والمقام ويذهب إلى كربلاء زين الله ما موجود في مكان لا موجود رحمته أيضا موجودة ولكن أمر أن يقصد الله سبحانه وتعالى في مواضع فإنها أحرى بنزول الرحمة في الطريق أيضا رحمة الله موجودة ولكن الرحمة المنتظرة في المسجد تختلف كما وكيف فيستفيد الإنسان الذي هو في هذا المسجد أو رحمة منتظرة لا سيما أن هناك آخر إذا مسجد في ميت واحد سبعين واحد أكثر أقل وهم يصلون لله وبعضهم قلوبهم خاشعة لما تنزل الرحمة تنزل على هذا المجموع ما تقول بس على فلان واستثني الباقي وهذا من فوائد الدعاء الجماعي من فوائد الكون في جماعة المؤمنين ومن فوائد الكون في هذه المساجد هو هذا الأمر أن الرحمة إذا نزلت لم يستثنى منها أحد من الحاضرين المفروض أنه تنزل عليهم فإذا من أدمن الإختلاف وأدام الحضور إلى المسجد يكتسب أحد ثمان واحد منها الرحمة المنتظرة كل الذين حضروا إلى المسجد ينتظرون رحمة من الله عز وجل وهو لا يخيبهم فإذا نزلت نزلت عليهم جميعا أو رحمة منتظرة بعد أو كلمة ترده عن ردى أو يسمع كلمة تدله على هدى بالفعل أن تتجد في المواقع التي ينتظر في هذه الكلمات مجالس الحسينية هي من هذه مجلس الحسينية من شأنه أن يقال فيه كلمة الهداية التي تدل الإنسان على هدى أو تلك التي تردعه عن الردى وتمنعه منه في المسجد هو هذا الأمر كأنما دور المسجد هو هذا أن يتحدث فيه بكلمات الهداية تبشيرا وبكلمات الإنذار عن الردى والضلال والهلكة هذا هو الموقع الطبيعي كما أشرنا قبل قليل ربما بعض الكلمات لما تقولها في مكان آخر في السوق مثلا رايح إلى مكان حتى تشتري لنفترض إليك أحذية أو ما أدري كذا هناك إذا تريد تتكلم كلمات نصيحة أو ما شابه ذلك كأن الحاضرين يقولون هذا ليس محل وليس مكان وروح المسجد احتي في هذا وإن كان الإرشاد لا يرتبط بمكان ولكن كما يقولون مناسبة الحكم والموضوع وأنك تزرع في بيئة مناسبة للإثمار هو في مثل هذا المسجد لما يوجد في المسجد من شعور هو الشعور بالرحمة أو حسب تعبير المعاصرين من طاقة إيجابية استثنائية في المسجد ويستشعرها الإنسان إذا دخل المسجد عادة أو بعض المساجد أن هذه الدخل غير دخلته إلى مثلا البقالة غير دخلته إلى بائع القضار الحالة النفسية والروحية التي تغمره تختلف عن تلك الأماكن فيسمع كلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى هذا أيضا من الخصال أو يترك ذنبا خشية أو حياء على الأقل في فترة اللي هو قاعد في المسجد هو لا يذنب لأن البيئة لا تساعد على ذلك اختلاط مثلا ماكو فلذلك ذنب النظر المحرم ما موجود بينما في السوق هذا موجود في السفر هذا موجود لما تصفح الإنترنت وأنت في البيت هذا موجود إمكانية هذا الذنب في تلك الأماكن والأزمنة أكثر بينما في المسجد لا أقل في هذه الفترة التي أنت فيها يكون هناك ترك طبيعي للذنب إما بمراقبة وإما حياء وهذا يستحي في داخل المسجد يسوي عمل غير طبيعي طبعا هناك بعض الذنوب اللي خارج من هذا مثل الغيبة الغيبة أحيانا حتى في المسجد الإنسان شنو قاعد خصوصا بعد إذا خلصت الصلاة خلينا نسولف فيبدأ العلج واللت والعجن فلان راح وفلان إجه وهذا سوه وذي جفعلت وإلى آخره فهذا طبعا ينقض ثواب الإنسان مثل هذه الأمور فإذا هناك ثمان خصال يمكن للإنسان أن يستفيدها بأجمعها أو على الأقل يستفيد منها واحدة لا يخلو الإنسان من واحدة من هذه الثمان وكل واحدة منها نافعة جدا ومفيدة كما قلنا قبل قليل شيد الأول صاحب القواعد والفوائد يقول يمكن للثاقب البصير في الخيرات أن يستحضر وجوه العمل الكثيرة في العمل الواحد ترايح إلى المسجد ولا ويقصد قصدها أي عشرين جهة يقصدها بأجمعها ويثاب عليها كلها تارة الإنسان بس رايح قال أنا وليش رايح المسجد أروح أصلي تثاب على الصلاة لكن لو أنك نويت جملة من الأمور هذه ممكن تحصل ثواب الصلاة وثواب سائر الأمور بمجرد نيتك والنية لها دور مهم تارة أن واحد يشرب ماء يا بأي ليش تشرب ماء أشرب ماء طبيعي واحد إذا عطش يشرب ماء مرة أخرى لا تقول أنا أشرب الماء حتى أستعين به على طاعة الله صار إليك هنا الثواب بينما لو ما كان هذا في بالك وما مستحضر هذه النية ما كان تحصل على نفسي هذا المسجد من الممكن أن الإنسان يأتي إليه بقصد أنه أنا رايح بالتالي إلى المسجد أصلي قال يشتمل على نحو من عشرين وجه حضور إلى المسجد من الممكن أن ينوي فيه الإنسان حوالي عشرين جهة من الجهات فإذا نواها أثيب عليها بكاملها قال لأنه في نفسه طاعة نفس الذهاب هذا طاعة فأنت بمجرد أن تتحرك إلى ذلك المكان أنت في طاعة تنوي هذا بعد وهو زائر لبيت الله أنا أروح أزور بيت الله مرة واحد يقول أنا أروح أصلي مرة يقول لا هذا بيت الله أنا أروح أزور مثل ما أكو بيت الله الحرام في مكة المكرم هذا بيت الله الذي هو في منطقتنا فأنا نية أيضا أزور بيت الله هذا صار عنوان ثاني عنوان ثالث ومنتظر للصلاة أنا رايح أنتظر للصلاة متى يجي الإمام ويؤذن ويقيم هذا وجه آخر انتظار الصلاة فيه ثواب وأجر وأيضا ينوي أن يشتغل بالذكر هو مجرد النية حتى لو ما فعلا انشغل نفس النية هذه فيها شنو ثواب وأجر فكيف إذا أتى بالذكر وأن ينوي استماع العلم قد ما يحصل على العلم اليوم الشيخ أو المعلم أو ما أدري اللي يقرأ مسألة ما يجع بس هو رايح ونية أن يتعلم العلم يكتب له ثواب هذه النية وهكذا كثير مما ذكر ومشغول بهذا الذهاب عن المعاصي أنا أروح المسجد ليش حتى أنشغل عن المعاصي نفس هذه النية فيها ثواب وأجر وهكذا يظل يعد رحمة الله عليه الشهيد الأول الوجوه المختلفة اللي يمكن إذا الإنسان توجه إليها وقصدها بنيته فإنه يحصل على ثواب بينما إذا لم يتوجه إليه يا بي ليش رايح المسجد أروح أروح أصلي أو رايح أشوف واحد من الأصدقاء تارة حتى يشوف واحد من الأصدقاء إذا قصد زيارة مؤمن هذا يفصار فيها ثواب أنا أروح حتى ألتقي بإخواني المؤمنين لعل أسمع منهم كلمة طيبة أو أسمعهم كلمة طيبة هذا فيه ثواب فإذا اجتمعت كل هذه الجهات عمل واحد ولكن له عشرون وجها إذا نواها الإنسان بأجمعها أو ثيبة على هذه الوجوه العشرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذا الأجر وأن يعيننا على الالتزام بالاختلاف إلى المساجد باستمرار بحيث تكون جزءا من برنامجنا اليوم الحياة ليصير الإنسان بعيد عن هذا الجانب مهما كان أيها الأخ المؤمن أيها الأخت المؤمنة من الأسف يعني كأنما في ذهن الأخوات معفيات من هذا ما يحتاج يروحون إلى مساجد وإن كان قسم منهن لا مواظبات الحمد لله ينبغي للإنسان المؤمن ذكرا أو أنثى أن يجعل من ضمن برنامجه اليوم أن يختلف إلى المسجد قريب من عنده أو بعيد يرتاح لها المسجد إلى ذاك المسجد في صلاة الجماعة ما في صلاة الجماعة أن تكون بينه وبين المسجد علاقة وارتباط هذا بيت الله أنا وإنت ما نقدر نزور الله لأنه تفرد في علاه ولكننا نستطيع أن نزور بيته ونجلس فيه ونمكث فيه وهذه عبادة نسأل الله أن ينفعنا بذلك هذا هو هالتوجيهات اللي إحنا للأسف حرمنا منها يعني ما كنا في زمان المعصومين عليهم السلام ولكننا في زمان نستطيع أن نقرأ حاديثهم نستطيع أن نتأمل في كلماتهم نستطيع أن ندرس سيرهم صحيح ذاك الأثر العظيم الذي كانوا عليهم ما نقدر نحصل حظي به أناس الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الحضور تربوا على يد المعصومين سمعوا كلامهم تأثروا بأخلاقهم رأوهم رأي العين وهذه نعمة من النعم تفضل بها الله عليهم ولذلك وفوا لهذه النعمة وشكروها القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه تربى على يد عمه الحسين عليه السلام فإنه كما قيل استشهد والده الحسن ولعل عمره ولعل عمره كان في حدود السنتين أو نحو ذلك إلى أن صارت واقعة كربلا عمره 12-13 سنة طول هذه الفترة كان في ركاب وفي رحاب عمه الشهيد الحسين عليه السلام سمع كلامه سمع حاديثه تأدب بأدبه وهذا الذي جعله يبرز هذا البروز ترى في لقطات إذا واحد لاحظه في حيات هؤلاء اللي هم بالمنطق الطبيعي أطفال وهم أيضا مو معصومون ليسوا معصومين حتى تقول مثلا شأن المعصوم مختلف القاسم بن الحسن ليس معصوما من المعصومين الأربعة عشر ولكن كلماتهم تذهل الإنسان عقليتهم تذهل الإنسان وما ذاك إلا لسمو المربي وهو المعصوم لما ينقل المؤرخون أن الإمام الحسين عليه السلام يسأل القاسم بن الحسن في ليلة العاشر من المحرم وقد أخبر أصحابه بمواضع مشاهدهم وشهاداتهم واترك أن يخبر القاسم بن الحسن القاسم هنا يسأل عمه الحسين عم أبا عبد الله وأنا في من يقتل أنا أيضا قتيل باتر لو لا لا أنال شرف الشهادة الإمام الحسين عليه السلام يعيد السؤال عليه حتى نفهم أي عقلية تحكم هؤلاء بني قاسم كيف تجد الموت عندك قال فيك يا عم أحلى من العسل الموت مر المذاق ولكن إذا كان في سبيل الحسين عليه السلام فهو أحلى من العسل وبالفعل ترى صدق قوله صدق قول القاسم فعله في يوم عاشور ترى برز من القاسم أشياء غريبة حقيقة واحد منها أنه كان يقاتل راجلا وقدامه مئات الفرسان على خيولهم هذا تصور أنه واحد بيده مسدس وفي مقابله دبابة في هذا الزمان القاسم خرج إليهم راجلا لم يركب فرسا وأيضا يظهر من ذلك أن لامة الحرب وما شابه ذلك من الاستعدادات القادصة ما كان موجود الحذاء الذي لبسه عليه لبس في رجليه نعلي هذا النعال العادي ولذلك انقطع شسع نعليه ومع هذا فإنه لم يبالي بهذه الجموع ولا بهذه الصيوف ولا بهؤلاء القتله والجحده والكفره وإنما خرج إليهم وهو شاهر سيفه يرتجز إن تنكروني فأنا نجل الحسن ليش ينكروك يا قاسم باعتبار ولد في مقاييس الأعمار صغير جدا وجاي راجل وشاهر سيفه وقدامه مئات الفرسان على خيولهم كل واحد عنده سيف شطوله ورمح شطوله ومع ذلك الحسن قد قدم إليهم غير مبال بكثرتهم بكثرتهم راعته قوتهم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي سبط النبي المصطفى والمؤتمن شه شه اللي طلعك يا قاسم قال هذا حسين شه جابك أنت مفروض تقعد في الخيمة في صغر السن ما عليك حرج قال لا هذا حسين هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقو صوب المزون أخذ يقاتل الأعداء قتال الأبطال قال أحد الرواة خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمار الله أكبر ماذا صنعوا بهذا القمر لقد خسفوه بالسيوف كأن وجهه فلقة قمار وفي رجلي نعلان وفي يده سيف وهو يقاتل الأعداء ساع إذ انقطع شسع عليه أهو القاسم يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى هل قد دقيق الأمر لا أنسى أنها كانت اليسرى فأهو القاسم على قدمه ليصلح النعل حتى يقاتلهم بكفاءة أكبر فجاء عمر بن سعد بن نفي للأزدي شاهرا سيف وهو على فرسه فضرب القاسم على أم رأسه يظهر من بعض الروايات أن القاسم ما كان قد لبس خوذة وإنما لبس عمامة أبيه الحسن فانت تصور لو كان عليه خوذة شوية تخفف الضربة ضربة السيف لكن قطعة قماش ماذا تصنع بحد السيف لذلك شق رأس القاسم سلام الله عليه رد الفعل ما لأنت تعرف إش قد صار فوقع الغلام وهو يفحص التراب برجلي شايف إذا الذبيح مذبوح شلون والدم ينزف منها كيف ترفس برجليها على غير هدى هكذا كان القاسم يفحص التراب برجلي فنادى وهو على هذه الحال يا عم أدركني جاءه الحسين نادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتروه وقل ناصره بيشون دايا آه يا جاسم شبيدي يريت السيف قبلك حزريدي هاني لكم تخلوني وحادي على خيامي العدى والخيل تفتار وجاب ومد دايا ما بين أخوت بيشعد هم يوالي هم موت بس ما سمعت النسوان صوت يجد ثم تصيح الله أكبر مبارك بين سبعين ألف جابوك عن الحن بدم الراس حنوك بدال الشمع بن الشاب زفوك على راسك ملبسن بالينثر بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شفل اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات